دخلنا في برنامج ضخم جداً على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم اثنين في العالم في تدوير واستخدام المياه احنا قنفقنا في هذا الامر أرقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه لمية وستة مليون إنسان مش بس في الشرب والكده لا ده حتى في الصرف الزراعي احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة خلاصة الكلام ان الازمة وان كانت ازمة ولكن بالاسرار وبالفكر بالعمل والمحافظة على الاهداف زي ما قلت ممكن قوي تتحول الازمة الى منحة جيدة جدا اخر حاجة اتكلم عليها هي موضوع الازمة الاقتصادية ومصار الاصلاح الاقتصاد واحنا ايضا في هذا الامر عملنا يعني برنامجين برنامج في 2016 وده نجحنا فيه بس انا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الاوضاع الاقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن اشتركوا في القناة